الآية الخامسة والأربعون سابعا حذر الله تعالى جميع الأنبياء من الشرك وعاقبته فمن هم دونهم أولى بهذا التحذير الآية الخامسة والستون الحواميم وهي الصور التي تبدأ بحاميم وهي غافل وفصلة والشورى والزخرف والدخان والجاسية والأحقاف تقع هذه الصور المباركة في جزئين من القرآن الكريم وهي متتابعة بلا ثواصل وقد اشتركت هذه الصور المباركة أو أغلبها في بعض المحاور كما يلي أولا كلها مكية ثانيا جاء في بدايتها ذكر قيمة القرآن الكريم سورة غافر الآية الثانية سورة فصلة الآية الثانية سورة الشورى الآية الثالثة سورة الزخرف الآية الثانية سورة الدخان الآية الثانية سورة الجاثية الآية الثانية سورة الأحقاف الآية الثانية ثالثا ذكر موسى عليه السلام ودعوته مع قومه سورة غافر الآية الثالثة والعشرون سورة فصلة الآية الآية الثالثة عشره سورة الزخرف الآية الثالثة والأربعون سورة الدخان الآية الثامنة عشره سورة الجاثية الآية الآية الثالثة عشره والسابعة عشره سورة الأحقاف الآية الثانية عشرة رابعا من الأمور التي اشتركت فيها هذه السور خطورة التفرق في الدين سورة فصلة الآية الخامسة والأربعون سورة الشورى الآية العاشرة سورة الزخرف الآية الثالثة والستون سورة الجاثية الآية السابعة عشرة خامسا انتقال النبوة والرسالة من بني إسرائيل إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة الشورى الآية الثالثة عشرة سورة الجاثية الآية الثامنة عشرة سورة الأحقاف الآية الثانية عشرة سادسا الإمهال والصفح سورة الشورى الآية الثالثة والعشرون سورة الزخرف الآية التاسعة والثمانون سورة الدخان الآية التاسعة والخمسون سورة الجاثية الآية الرابعة عشرة سورة الأحقاف الآية الخامسة والثلاثون إذن كل هذه السور السبع المباركات تدور حول حمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة والدعوة ومسؤوليتها عنهما ولكن جاءت كل سورة ببعض أساليب الدعوة وبعض التوصيات لمن حمل هذه المسؤولية سورة غافر السورة مكية آياتها خمسة وثمانون آية أسماء السورة المباركة غافر حاميم المؤمن الطول مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة غافر لأنها أول صفة وصف الله بها نفسه في هذه السورة سميت بحاميم المؤمن لأنها ذكرت قصة مؤمن آل فرعون ولم تذكر في سورة غيرها قط سميت بسورة الطول أي الإنعام والفضل وذلك للتنبيه على فضل الله الواسع على عباده موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بذكر مجادلة الكافرين وبيان عاقبتهم قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وختمت السورة بذكر غرور الكافرين وبيان عاقبتهم قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ليكون ذلك عبرة لمن بعدهم ألا يتجاهل الرسل ويرد الحق الذي معهم المحور الرئيسي للسورة أهمية الدعوة إلى الله وتنوع أساليبها مواضيع السورة المباركة أولا دعوة موسى عليه السلام لقومه وكيف واجه التهديد بتفويض أمره لله سبحانه الآية السادسة والعشرون ثانيا دعوة مؤمن آل فرعون وتنوع أسلوبه معهم في الجدال بين المنطقي وذلك في الآية الثامنة والعشرين والآية الحادية والأربعين والعاطفة الآية التاسعة والعشرون والتخويف المغلف بالحب والحرص وذلك في الآية الثلاثين والآية الحادية والثلاثين واستعراض تاريخ المكذبين قبلهم الآية الرابعة والثلاثون والتذكير باليوم الآخر ولقاء الله عز وجل الآية الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون وأخيرا الخاتمة وهي التفويض لله سبحانه الآية الرابعة والأربعون ثالثا ذكر نعم الرحمن جل جلاله على العباد ليستدل عليه ويتوجه إليه الآية الثالثة عشرة والسابعة والخمسون والحادية والستون والخامسة والستون والتاسعة والسبعون والحادية والثمانون ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا إذا فوض العبد أمره لله نجاه من الكروب الآية الخامسة والأربعون ثانيا هذه السورة المباركة من أكثر سور القرآن التي ذكر فيها الدعاء دعوة الملائكة للمؤمنين الآية السابعة إلى الآية التاسعة دعوة الله تعالى لعباده أن يدعوه ووعدهم بالإجابة الآية الستون أمر الله تعالى بالاستغفار الآية الخامسة والخمسون ثالثا فضل التوبة الكبير وأنها سبب في دعاء الملائكة للتائبين الآية السابعة إلى الآية التاسعة رابعا قال تعالى وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بَكَى ثُمَّ قَالْ يَا خَلَفْ مَا أَكْرَمَ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهِ يَبِيتُ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ سورة فُصِّلت السورة مكية آياتها أربعة وخمسون آية أسماء السورة المباركة أولا فُصِّلت وحاميم السجدة والمصابيح والأقوات مناسبة التسمية سميت هذه السورة الكريمة بسورة فُصِّلت لأن الله تعالى ذكر في مطلع السورة أنه فصل آيات القرآن وسميت بحاميم السجدة لأنها السورة الوحيدة بين الحواميم التي بها سجدة وسميت بالمصابيح لقوله تعالى ولقد زيّن السماء الدنيا بمصابيح وسميت بالأقوات لقوله تعالى وقدّر فيها أقواتها مواثقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بذكر الكتاب وأنه فُصِّل من الله للعباد قال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فُصِّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وخُتمت السورة بذكر من أعرض عن الكتاب المفصل قال تعالى قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وذلك لبيان فضل الله العظيم على عباده متمثلاً في القرآن الكريم وأن فيه تفصيل كل شيء المحور الرئيسي للسورة إقامة الأدلة والبراهين على ألوهية الله سبحانه ووحدانيته وقدرته عن طريق آيات الله المفصلات الواضحات مواضيع السورة المباركة أولاً إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله على البشر بالوحي الآية السادسة ثانياً الاستدلال على الله سبحانه بآياته في كونه وخلقه الآية التاسعة إلى الآية الثانية عشرة والآية السابعة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والثالثة والخمسون ثالثاً استعراض لتاريخ المكذبين وعاقبتهم الآية الثالثة عشرة إلى الآية الثامنة عشرة رابعاً فساد اعتقاد المشركين في الله تعالى وأنهم لم يقدروه سبحانه حق قدره الآية الحادية والعشرون إلى الآية الثالثة والعشرين خامسا فضل الاستقامة على أمر الله وبيان صفات أهلها الآية الثلاثون إلى الآية الخامسة والثلاثين سادسا أحوال الإنسان عند الخير والشر الآية التاسعة والأربعون إلى الآية الحادية والخمسين ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا لا ينتفع بالقرآن الكريم ويحصل على بركته إلا من آمن به أما من لم يؤمن به فليس له نصيب في نفعه وبركته الآية الرابعة والأربعون ثانيا حول الآيات المباركات الآية التاسعة عشرة إلى الآية الثالثة والعشرين عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي قال فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل رواه مسلم ثالثا قال الزمخشري في الكشاف فإن قلت لما خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة قلت لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ألا ترى أن أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكروا شيئا من الدين وإنما جحدوا فريضة الزكاة فتأمل واعتبر وقال الله وإياكم الشح وجعلنا من المحسنين سورة الشورى السورة مكية آياتها 53 آية أسماء السورة المباركة سورة الشورى وحاميم عينسين قاف مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة الشورى لأن الشورى بين المسلمين من أهم دعائم تثبيت ملكهم ومن أهم وسائل تحقيق مصالحهم سميت بحاميم عينسين قاف لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بها موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بالكلام على الوحي وأنه من لدن عزيز حكيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وختمت السورة بالكلام على الوحي وأنه سبب الهداية والتوفيق وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وذلك لبيان فضل الله العظيم على عباده متمثلا في الوحي المبارك المحور الرئيسي للسورة وجوب وحدة الأمة وفضل الشورى بينهم مواضيع السورة المباركة أولا بيان أن مكة هي مركز الأرض الآية السابعة ثانيا الحسد والظلم سبب الفرقة والهلاك الآية الرابعة عشرة ثالثا فضل النية الصالحة وإرادة الدار الآخرة الآية العشرون رابعا المعاصي سبب الشر والبلاء الآية الثلاثون خامسا بيان أنواع الوحي الإلهي الآية الحادية والخمسون سادسا بيان صفات المؤمنين الذين يريدون إقامة دين الله تعالى وذلك بصلاح العقيدة الآية السادسة والثلاثون وباجتناب المعاصي الآية السابعة والثلاثون وبالتحلي بالأخلاق الطيبة خاصة العفو وذلك في الآية السابعة والثلاثين وكذلك الاستجابة والاستقامة على أمر الله الآية الثامنة والثلاثون كذلك العناية والحفاظ على إقامة الصلاة وهي حق الله وإيتاء الزكاة وهو حق الناس الآية الثامنة والثلاثون كذلك تحقيق الشورى بينهم وذلك في الآية الثامنة والثلاثين ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا جمع الله تعالى أولي العزم من الرسل الخمسة عليهم الصلاة والسلام في آية واحدة وهي الآية الثالثة عشرة ثانيا يحمي الله عز وجل عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدنا مريضه من الطعام والشراب رأفة ورحمة به الآية السابعة والعشرون ثالثا سنة الله تعالى في الفرج وأنه يكون بعد شدة البلاء الآية الثامنة والعشرون رابعا لا مجال لأحد أن يعترض أو يحزن في أمر الذرية لأنها هبة من الله فمن وهبه الله ذكرا فليحمد الله ومن وهبه أنثى فليحمد الله ومن جمع الله له الاثنين فليحمد الله ومن لم يهبه الله تعالى فليحمد الله الآية التاسعة والأربعون والآية الخمسون خامسا ذكر الله استغفار الملائكة مرتين مرة في سورة الشورى ويستغفرون لمن في الأرض ومرة في سورة غافر ويستغفرون للذين آمنوا أما سورة غافر فالملائكة هم حملة العرش ويستغفرون أن يطلبون المغفرة من الله تعالى لعباده المؤمنين فقط وأما سورة الشورى فهم ملائكة السماء دون حملة العرش يستغفرون لأهل الأرض مؤمنهم وكافرهم والمراد بالاستغفار هنا طلب الرزق لهم والسعة عليهم سورة الزخرف السورة مكية آياتها تسعة وثمانون آية اسم السورة المباركة الزخرف مناسبة التسمية لأنها تتكلم عن الترف في الدنيا والتعلق والافتتان بما فيها من مظاهر وزينة موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بتقرير أن الله خالق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم وختمت السورة بتقرير أن الله مالك السماوات والأرض وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وذلك لدعوة العباد إلى توحيد وعبادة الخالق والمالك لهذا الكون المحور الرئيسي للسورة التحذير من فتنة الدنيا وزينتها مواضيع السورة المباركة أولا بدأت السورة المباركة بتخويف وتهديد المشركين من عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بتذكيرهم بمصير من قبلهم من المكذبين وذلك في الآية الخامسة إلى الآية الثامنة ثانيا عرضت دلائل قدرة الله تعالى في كونه وفي خلقه السماء والأرض والمطر وتسخير المراكيب من السفن في البحر والأنعام في الأرض وأنها من نعم الله على عباده الآية التاسعة إلى الآية الثالثة عشرة ثالثا عرضت شيئا مما كان عليه المجتمع الجاهلي من جهل وخرافات وشرك كدعوتهم أن لله بنات سبحانه عما يشركون ويصفون الآية الخامسة عشرة إلى الآية التاسعة عشرة رابعا عرضت تبرؤ إبراهيم عليه السلام من الشرك والأوثان الآية السادسة والعشرون إلى الآية الثامنة والعشرين خامسا بيّنت السورة المباركة أن فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده وأن المال والجاه ليس بميزان العطاء عند الله الآية الحادية والثلاثون والثانية والثلاثون سادسا قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية واغترار فرعون بالمال والجاه والملك الآية السادسة والأربعون إلى الآية السادسة والخمسين سابعا بيّنت السورة المباركة فضل عيسى عليه السلام واختلاف الناس فيه وأنه من علامات الساعة وذلك حين ينزل آخر الزمان الآية السابعة والخمسون إلى الآية الخامسة والستين ثامنا عرض نعيم الآخرة وما أعده الله تعالى للمؤمنين وعرض مصير الكافرين فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا ذكر اسم خازن النار من الملائكة وهو مالك عليه السلام وذلك في الآية السابعة والسبعين ثانيا بدأت السورة بالتخويف وختمت بالصفح وذلك لأن رحمة الله سبقت غضبه ثالثا التأسي جائز ونافع في الدنيا أما في الآخرة فلن ينفع شيئا الآية التاسعة والثلاثون رابعا كل علاقة وكل حب في الدنيا ينتهي بموت أصحابه إلا الحب في الله الآية السابعة والستون خامسا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين المراد أن المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة وإذا خاصمت أي جادلت فإنها تكون ضعيفة عاجزة عن الانتصار لنفسها أي لا تستطيع توضيح حجتها إن كانت محقة ولذلك كانت الوصية بالنساء آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته سورة الدخان السورة مكية آياتها تسعة وخمسون آية اسم السورة المباركة سورة الدخان مناسبة التسمية لأن الله تعالى جعل الدخان آية لتخويف الكفار حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا ينظرون إلى السماء فيرون كهيئة الدخان من شدة الجهد والعناء موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بذكر القرآن الكريم وأنه نذير والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وختمت السورة بذكر القرآن الكريم وأنه للتذكرة فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون وذلك من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل إليهم من عنده كتابا ينذرهم به ويأخذ بأيديهم إلى الهداية والفلاح المحور الرئيسي للسورة التحذير من الانخداع بالسلطة والقوة مواضيع السورة المباركة أولا بيان إمهال الله تعالى للمكذبين الآية العاشرة ثانيا لا يزال البلاء بالمكذبين حتى يرجعوا أو يأخذهم الله الآية العاشرة إلى الآية السادسة عشرة ثالثا انخداع فرعون الطاغية بقوته وسلطته حتى أخذه الله الآية السابعة عشرة إلى الآية الحادية والثلاثين رابعا عرض مصير الكافرين ومصير المؤمنين فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا لما ادعى أبو جهل أنه أمنع أهل البطحاء وأعزهم قتله الله يوم بدر وأنزل فيه آيات توبيخا وتحذيرا لمن نحى نحوه من الكبر الآية السابعة والأربعون إلى الآية التاسعة والأربعين ثانيا قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد عمله فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء فقده فبك عليه وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير فلم تبك عليهم السماء والأرض رواه البيهقي في شعب الإيمان ثالثا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الآية السادسة عشرة رابعا الفرق بين نعمة بالكسر وبين نعمة بالفتح على وجهين الوجه الأول نعمة بكسر النون تكون في الملك ونعمة بفتح النون تكون في البدن والدين الوجه الثاني نعمة بكسر النون من المنة وهو الإفضال والإحسان والعطية ونعمة بفتح النون من التنعيم وهو سعة العيش والراحة والخلاصة نعمة هي الشيء الذي أنعم الله عليك به نعمة هي الحالة التي أصبحت عليها وصرت إليها بعد أن أنعم الله عليك سورة الجاثية السورة مكية آياتها سبعة وثلاثون آية أسماء السورة المباركة الجاثية والشريعة والدهر مناسبة التسمية سميت هذه السورة بصورة الجاثية لأنها ذكرت أن كل الأمم تاجث يوم القيامة مشفقة من أعمالها وسميت كذلك بصورة الشريعة لقول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وسميت بصورة الدهر لقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون ولم يرد ذكر الدهر في ذوات حاميم إلا فيها موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بذكر من أعرض عن آيات الله بسبب الكبر يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وختمت السورة بذكر الكبرياء وأنه وصف لله تعالى فقط دون خلقه وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وذلك لضبط عقيدة المؤمن في ربه وفي أسمائه وصفاته وأن لا يتعدى كونه عبداء موافقة أول السورة لآخرها المحور الرئيسي للسورة التحذير من التكبر في الأرض واتباع الهوى مواضيع السورة المباركة أولا عرض آيات الله تعالى في الكون ونعمه على خلقه الآية الثالثة إلى الآية الخامسة والآية الثانية عشرة والثالثة عشرة ثانيا عرض مصير المستكبرين على آيات الله وشرعه الآية السابعة إلى الآية الحادية عشرة والآية الحادية والعشرون والحادية والثلاثون والخامسة والثلاثون ثالثا خطورة اتباع الهوى الآية الثالثة والعشرون رابعا عرض نعم الله تعالى على بني إسرائيل ومقابلة ذلك بالجحود منهم الآية السادسة عشرة والآية السابعة عشرة خامسا شك الملحدين والدهريين في اعتقادهم وعدم تأكدهم منه الآية الرابعة والعشرون والآية الخامسة والعشرون ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا ذكر الله تعالى في هذه السورة المباركة الاستكبار في موضعين الآية الثامنة والآية الحادية والثلاثون وكلاهما في حق البشر أما عن نفسه جل جلاله قال الكبرياء ثانيا التأمل في آيات الله تعالى في الكون والخلق والرزق والتدبير يزيد المرأة يقينا وعقلا الآية الرابعة والآية الخامسة ثالثا إذا رأيت ذا علم يمشي في طريق الضلال فاعلم أنها عقوبة من الله له بسبب اتباعه الهوى الآية الثالثة والعشرون رابعا قد تقابل في حياتك أناسا يحفظون بعض القرآن مع أنهم غير مسلمين فلا تستعجب فقد ذكر الله صنفا منهم في القرآن نفسه وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوى قال ابن كثير أي إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوى انتهى كلامه ومن هؤلاء في زماننا من يحفظون ليجادلوا به المسلمين وليلبسوا عليهم دينهم لكن هيهات فإن الله حافظ دينه نسأل الله الثبات سورة الأحقاف السورة مكية آياتها خمسة وثلاثون آية اسم السورة المباركة الأحقاف مناسبة التسمية لأنها مساكن قوم عاد وهي في اليمن الذين أهلكهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بذكر خلق السماوات والأرض بالحق ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ختمت السورة بذكر خلق السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وبدأت بذكر القرآن الكريم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وختمت بذكر القرآن الكريم لما سمعه الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وذلك لأنه من تأمل في القرآن وفي آيات الرحمن في كونه فتح الله قلبه ويسر له سبل الهداية المحور الرئيسي للسورة الهداية والاستجابة من الله لمن أرادها مواضيع السورة المباركة أولا عرض نماذج الناس في استجلابهم لأمر الله أو إعراضهم ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه استجاب وأعرضت اليهود الآية العاشرة ولد يعرض عن أمر الله تعالى ولا يستجيب لوالديه الآية السابعة عشرة إعراض قوم عاد عن أمر الله وكفرهم به وذلك في الآية الحادية والعشرين إلى الآية السادسة والعشرين استجابة نفر من الجن لأمر الله بل ودعوة إخوانهم الآية التاسعة والعشرون إلى الآية الثانية والثلاثين ثانيا تنبيه العباد إلى خلق السماوات والأرض وأن من تدبر في أمرهما وصل إلى الحق الآية الثالثة والآية الرابعة ثالثا الوصية بالوالدين وخصوصا الأم الآية الخامسة عشرة رابعا عرض مشهدين للكفار يوم القيامة واستحقاقهم النار بسبب استكبارهم وفسقهم وكفرهم الآية العشرون والآية الرابعة والثلاثون خامسا الأمر بالدعوة والصبر على المدعوين وعلى أذاهم الآية الخامسة والثلاثون فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا ذكر الجن باستفادة في سورة الأحقاف وسورة الجن والجن المذكور في سورة الأحقاف يهودي لأنهم قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى والجن المذكور في سورة الجن نصراني لأنهم قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولداء ثانيا قد تاتي لفظة كل ولا يقصد بها العموم لأن الريحة دمرت كل شيء إلا مساكنهم الآية الخامسة والعشرون ثالثا ذكر الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يذكر الإنجيل مع أن الإنجيل بعد التوراة وذلك لأن الإنجيل جاء مكملا للتوراة ولم ينسخها وبقيت التوراة الكتاب الأم بالنسبة لهم سورة محمد السورة مدنية آياتها ثمانية وثلاثون آية أسماء السورة المباركة محمد صلى الله عليه وسلم وسميت كذلك بسورة القتال مناسبة التسمية سميت بسورة محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر الله تعالى اسم نبينا صلى الله عليه وسلم بلفظ محمد في القرآن سوى أربع مرات وهذه إحداها ولأن ببعثته يحل الذل على الكفار على يده وأيدي أتباعه لأنه نبي الملحمة كذلك سميت بسورة القتال لورود أحكام القتال فيها والحث عليه موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بالأمر بقتال المشركين فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلي يضل أعمالهم وختمت السورة بعدم ترك قتال المشركين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وبدأت بخذلان الكافرين وإحباط أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم وختمت بخذلان الكافرين وإبطال أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم وذلك لحماية الدعوة وأبنائها ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلاء المحور الرئيسي للسورة عقوبة من أعرض عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مقياس قبول الأعمال مواضيع السورة المباركة أولا عرض صور من العقوبات والخذلان من الله تعالى للكفار ثانيا عرض صور العزة والعلو للمؤمنين ثالثا دعوة المؤمنين لعدم ترك القتال حتى يلحق الذل والخزي بالكفار على أيديهم رابعا عرض محبطات الأعمال في صور متعددة ومنها الكفر والصد عن سبيل الله الآية الأولى واتباع الباطل الآية الثالثة وكراهية ما أنزل الله تعالى الآية التاسعة ومشاقة النبي صلى الله عليه وسلم الآية الثانية والثلاثون والرياء والنفاق الآية الثلاثون والردة الآية الخامسة والعشرون والموت على الكفر الآية الرابعة والثلاثون خامسا البخل من أقبح صور الخذلان الآية الثامنة والثلاثون فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولاً قطع الأرحام من أكبر الكبائر ويستوجب لعنة الله الآية الثانية والعشرون والآية الثالثة والعشرون ثانياً مركز التدبر والفهم عند الإنسان هو القلب وليس المخ بالرأس كما يتوهم ويظن كثير من الناس الآية الرابعة والعشرون ولهذا شواهد كثيرة في القرآن ثالثاً أهل الجنة يعرفون بيوتهم فيها كما كانوا يعرفون بيوتهم في الدنيا الآية السادسة رابعاً وذلك ذكر الله به في هذه السورة بعد الهجرة أيضاً وذلك لأهميته الكبرى التوحيد قبل أي شيء ولا يقدم عليه شيء الآية التاسعة عشرة سورة الفتح السورة مدنية آياتها تسعة وعشرون آية اسم السورة المباركة الفتح مناسبة التسمية لأن الله تعالى ذكر فيها فتوحات كثيرة وعطايا عظيمة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضوان الله عليهم مما جاء في فضلها حديث لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلع عليه الشمس رواه الترمذي موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة ببشارة ربانية للمؤمنين بدخولهم الجنة ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيما وختمت السورة بوعد الله للمؤمنين بالمغفرة والجنة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً وذلك أعظم فتح وأعظم فضل منه سبحانه فاللهم ارزقنا الجنة المحور الرئيسي للسورة الفتوحات والعطاءات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مواضيع السورة المباركة كلها عبارة عن فتوحات من الله تعالى كما يلي أولاً مغفرة ذنب النبي صلى الله عليه وسلم وإتمام نعمة الله تعالى عليه الآية الأولى والآية الثانية ثانياً نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الآية الثالثة ثالثاً إنزال السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الآية الرابعة رابعاً وعد الله عز وجل المؤمنين وبشارتهم بالجنة الآية الخامسة والآية التاسعة والعشرون خامساً الرضا عن المؤمنين الآية الثامنة عشرة سادساً فضل وعطايا في الدنيا للمؤمنين الآية التاسعة عشرة والآية العشرون سابعاً طمأنة قلوب المؤمنين بمكة الآية الخامسة والعشرون ثامناً البشارة بفتح مكة الآية السابعة والعشرون تاسعا الوعد بإظهار الدين في الأرض كلها الآية الثامنة والعشرون فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا كل الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة من أهل الجنة دون سابقة عذاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة رواه أبو داود والترمذي ثانيا كثى فضلا للصحابة أن الله تعالى ذكرهم في الكتب السماوية وهي التوراة والإنجيل والقرآن الكريم ثالثا يجب على العبد أن يثق بربه سبحانه وتعالى فيما يقدره عليه أنه خير فلربما يؤخر له شيئا ويقدم شيئا آخر وما ذلك إلا لمصلحة العبد فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا سورة الحجرات السورة مدنية آياتها ثمانية عشر آية اسم السورة المباركة الحجرات مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة الحجرات لتذكير المؤمنين بقصة الذين خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات بصوت مرتفع وهذا مما لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم ولحثهم على الأدب معه صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالهم موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بذكر صفتين لله سبحانه أنه سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ختمت السورة بذكر صفة العلم لله سبحانه أيضا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون وذلك ليطمئن قلب المؤمن أن أوامر الله تعالى وإرشادات وتعاليم الوحي هي أقوى ممنهج لإصلاح البشرية وسبب الفلاح المحور الرئيسي للسورة الأخلاق أساس بناء المجتمع مواضيع السورة المباركة أولا وجوب الأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والنهي عن رفع الصوت أو الإساءة في مخاطبته الآية الثانية إلى الآية الخامسة ثانيا وجوب التثبت في تلقي الأخبار والحذر من قبول رواية الفاسق الآية السادسة إلى الآية الثامنة ثالثا خطوات التعامل مع الفتن والإصلاح بين المتخاصمين على الكتاب والسنة الآية التاسعة رابعا حقوق وواجبات الأخوة الإسلامية والالتزام بالأخلاق التي تصون الحرمات وتحفظ الحقوق وذلك في الآية العاشرة إلى الآية الثانية عشرة خامسا بيان وحدة البشرية وبيان حقيقة الإسلام والإيمان وما يقتضيه من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد بالنفس والمال سادسا بيان شمول علم الله سبحانه لكل شيء في هذا الكون والوجود ليستشعر المؤمن رقابة الله تعالى في حركاته وسكونه وأفعاله وأقواله ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا اشتق اسم الحجرات من الحجر وهو بمعنى الكبح أي المنع فكأن هذه السورة وكل آية فيها تحمي دين المؤمن وتستر عرضه وتمنع غيره من التعدي عليه وتكبح شهوات اللسان ونزغات الشيطان ثانيا لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال ثابت بن قيس أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من أهل النار فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة وقد كان ثابت رضي الله عنه جهوري الصوت رواه مسلم ثالثا احتوت هذه السورة المباركة على ستة نداءات وتكررت لا أنها هي عشر مرات وهي بمثابة دستور الأخلاق رابعا قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال ابن تيمية ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحد بنسبه ولا يذم بنسبه وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان سورة قاف السورة مكية آياتها خمسة وأربعون آية اسم السورة المباركة قاف مناسبة التسمية لأن الله تعالى افتتحها بهذا الحرف مما جاء في فضلها أولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في عيد الفطر وعيد الأطحى بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر رواه مسلم ثانيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخطب بها كل جمعة حتى حفظتها أم هشام بنت حارثة بن النعمان رواه مسلم موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بقاف والقرآن المجيد وختمت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وذلك لأن السورة تدور حول قضية البعث والنشور فجاء ذكر الوعيد فيها أكثر من ذكر الوعاد المحور الرئيسي للسورة البعث والنشور مواضيع السورة أولا استعراض الأدلة الكونية لإثبات البعث والنشور الآية السادسة إلى الآية الحادية عشرة ثانيا التذكرة بعاقبة المكذبين السابقين ثالثا إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ظواهر الأعمال وبواطنها وإحصاء ذلك على البشر رابعا ذكر اليوم الآخر وما فيه من جدال ومخاصمة وعقاب خامسا وعد المؤمنين بالجنة سادسا الصلاة والذكر من أكبر ما يعين العبد على الصبر سابعا قوة أدلة القرآن وقوة وعده ووعيده ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا ذكرت السورة المباركة النوازع الثلاثة التي قد تؤدي لهلاك الإنسان وهي النفس الأمارة بالسوء متمثلة في الوسواس الآية السادسة عشرة وسوسة الشيطان الآية الثالثة والعشرون الغفلة والإعراض عن تعلم الدين الآية السابعة والثلاثون ثانيا ينبغي على العبد أن يراقب أقواله كما يراقب أفعاله الآية الثامنة عشرة ثالثا لا ينفع التخاصم والتلاوم عند وقوع العذاب الآية الثالثة والعشرون إلى الآية التاسعة والعشرين رابعا كان قتادة رحمه الله إذا فرغ من قراءة سورة قاف قال اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بر يا رحيم سورة الذاريات السورة مكية آياتها ستون آية اسم السورة المباركة الذاريات مناسبة التسمية لأن الله تعالى بدأ القسم بها في مطلع السورة مواثقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بذكر الملائكة التي تحمل الأرزاق وتقسمها بأمر الله فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا وختمت بذكر الرزق وأنه بيد الله وحده إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وذلك ليتعلق قلب المؤمن فقط بربه الكريم ولا يلتفت لغيره المحور الرئيسي للسورة قضية الرزق أو العطاء والمنع بيد الله وحده مواضيع السورة المباركة أولا الرزق بيد الله سبحانه فقط وبأمره وبتدبيره الآية الثانية والعشرون والآية الثامنة والخمسون ثانيا عرض بعض أنواع الرزق الطعام الذرية الآية السادسة والعشرون والآية السابعة والعشرون ثالثا عرض صفات المؤمنين التي استحقوا بها رحمة الله وهي الجنة وذلك في الآية الخامسة عشر إلى الآية التاسعة عشر رابعا عرض لنماذج من المكذبين وعاقبتهم الآية الثانية والثلاثون إلى الآية السادسة والأربعين خامسا الحكمة من خلق الجن والإنس الآية السادسة والخمسون ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا كل شيء وكل أحد يفر منه إلا الله سبحانه فإنه يفر إليه الآية الخمسون ثانيا أقسم الله عز وجل بنفسه على أن الرزق مقسوم لكل نفس وذلك لما علم ضعفنا لتطمئن قلوبنا ونتوكل عليه وحده ونشكره ونعبده كما يريد سبحانه ثالثا صعد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين منبر الكوفة فقال لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروة قال الريح فالحاملات وقرى قال السحاب فالجاريات يسرى قال السفن فالمقسمات أمرا قال الملائكة سورة الطور السورة مكية آياتها تسعة وأربعون آية اسم السورة المباركة الطور مناسبة التسمية لأن الله تعالى بدأ قسمه العظيم في أول السورة به وهو جبل الطور موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بالقسم على تأكيد وقوع عذاب الله إن عذاب ربك لواقع ختمت السورة بالتأكيد على وقوع عذاب الله بالظالمين فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وذلك لأن الإنذار والتهديد والوعيد له تأثير كبير في النفس البشرية المحور الرئيسي للسورة دحض الشكوك والشبهات حول اليوم الآخر مواضيع السورة المباركة أولا تهديد المكذبين بعذاب الله وأنه واقع لا محالة ثانيا وعد المؤمنين بالجنة وبيان بعض ما أعده الله فيها ثالثا إبطال حجج وشبهات المكذبين رابعا تسلية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بالصلاة والذكر في جميع الأوقات ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا فضل الله تعالى الواسع على المؤمن وأنه يجمعه بأهله وذريته في الجنة إذا ماتوا على الإسلام الآية الحادية والعشرون ثانيا لا يجمع الله تعالى على عبده أمنين ولا خوفين فإن أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة وإن خوفه في الدنيا أمنه في الآخرة بمعنى إذا خاف العبد في الدنيا أمنه الله من الخوف يوم القيامة الآية السادسة والعشرون إلى الآية الثامنة والعشرين ثالثا قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم تأمل شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة ولهذا طيب الله قلوب عباده بأنه لا يفرق بينهم طالما ماتوا على الإسلام رابعا قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون قال بعضهم هذا شأن الخادم فما شأن المخدوم خامسا الطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى عليهما السلام أما إذا لم يكن عليه شجر فيقال له جبل سادسا عن القاسم قال كنت إذا غدوت يعني أصبحت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها أسلم عليها فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح يعني تصلي وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتدعو وتبكي وترددها فقمت فانتظرت حتى مللت القيام يعني الانتظار فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي سورة النجم السورة مكية آياتها اثنتين وستون آية اسم السورة المباركة النجم مناسبة التسمية لأن الله تعالى ذكر النجم في مطلع السورة بخضوعه لعظمة وجلال الموقف وهو المعراج موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بقوله تعالى والنجم إذا هوى أي إذا سجد وختمت السورة بقوله فاسجدوا لله وعبدوا وذلك لبيان وجوب الخضوع والاستسلام للوحي المنزل من عند الله سبحانه المحور الرئيسي للسورة صدق الوحي وعظمته مواضيع السورة المباركة أولا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى في عقله الآية الثانية في لسانه وكلامه الآية الثالثة في معلمه وهو جبريل عليه السلام وذلك في الآية الخامسة والآية السادسة في فؤاده وذلك في الآية الحادية عشرة في بصره وذلك في الآية السابعة عشرة ثانيا بيان أن عقيدة المشركين مبناها على الظن والهوى والجهل والتقليل الأعمى وذلك في الآية الحادية والعشرين والثالثة والعشرين والثامنة والعشرين والرابعة والثلاثين ثالثا اتفاق الكتب السماوية في أصول العقيدة قدرة الله البعث والنشور الحساب والجزاء وذلك في الآية الثامنة والثلاثين إلى الآية الثامنة والاربعين رابعا بيان الحكمة من خلق السماوات والأرض وذلك في الآية الحادية والثلاثين خامسا عرض مهالك بعض المكذبين السابقين للاعتبار ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا لا شفاعة لأي أحد مهما كانت منزلته عند الله إلا بإذن الله الآية السادسة والعشرون ثانيا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج أم لا والصحيح كما قال ابن عباس رآه بقلبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال نور أنا أراه أي كيف أراه رواه مسلم سورة القمر السورة مكية آياتها خمسة وخمسون آية اسم السورة المباركة القمر مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة القمر لما كانت السورة المباركة تدور حول آيات الله وتكذيب المشركين لها بدأ الله تعالى بذكر آية من أعظم الآيات وقتها وقد طلبوها تحديدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي انشقاق القمر مما جاء في فضلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالقمر وبقاف في عيده الأضحى والفطر رواه مسلم موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بذكر الآيات الربانية والنذر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر وختمت السورة ببيان عاقبة المكذبين لهذه الآيات ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وذلك ليحذر العبد في تعامله مع الله تعالى ولا يستخف بآوامره وآياته المحور الرئيسي للسورة سنة الله تعالى في من كذب آياته مواضيع السورة المباركة تدور السورة المباركة كلها وتعرض نماذج المكذبين السابقين وكيف كانت عاقبتهم والمراد من هذه الآيات هو زجر العباد عما هم فيه من الضلال وبيان أن الله تعالى أحصى كل شيء من أفعال عباده فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا ختمت قصة كل قوم بقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وذلك لأن القرآن الكريم أعظم الآيات على الإطلاق وأعظم من كل آية أتى بها رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا كل السورة المباركة حكت عن تكذيب المشركين ومصيرهم ولم يذكر عاقبة المؤمنين المصدقين إلا في آية واحدة فقط آخر السورة ثالثا أقوى سلاح المؤمن الدعاء لأنه دليل فقره إلى الله فهو لا يستغني عنه في حال ضعفه ولا قوته قال تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر سورة الرحمن السورة مكية آياتها ثمانية وسبعون آية اسم السورة المباركة الرحمن مناسبة التسمية لأن الله تعالى بدأ السورة بذكر اسمه الرحمن موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة الرحمن وختمت السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وذلك لأن اسم الرحمن له وقع طيب في النفوس ولا يشاركه سبحانه فيه أحد بخلاف اسم الرحيم وهذا الاسم على وجه الخصوص يشعر العبد باللطف والرأفة والرحمة والبركة والفضل والإحسان والعفو فهو من أعظم وأجمل أسماء الله سبحانه جل جلاله المحور الرئيسي للسورة دعوة العباد للإيمان بالله بتذكيرهم وإعلامهم بنعمه عليهم في الدنيا والآخرة مواضيع السورة المباركة أولا عرض نعم الله تعالى على العباد في الدنيا وذلك في الآية الثانية إلى الآية الحادية عشرة والآية الثانية والعشرين والآية الرابعة والعشرين ثانيا أهل الجنة متفاوتون في الدرجات وذلك في الآية السادسة والأربعين والآية الثانية والستين ثالثا الجن والإنس مطالبون بالإيمان والتوحيد ومشتركون في الثواب والعقاب ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق لأن الله قال علم القرآن ولم يقل خلق القرآن ثانيا الكون يسجد لله تعالى ويعظمه وذلك في الآية السادسة ثالثا الجن أقوى من الإنس لأن الله بدأ بهم قبل الإنس في الحديث عن القوة الآية الثالثة والثلاثون رابعا الإنس أعلم من الجن